أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقلة من لساني فقه قولي المسألة الثالثة والخمسون المسألة الثالثة والخمسون إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة فمثلا كان المرجع السابق يقول يكفي في التسبيحات الأربع فالركعة الثالثة أو الركعة الرابعة يكفي أن يقرأ الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة ويركع كان المرجع السابق هكذا يقول وعمل على ذلك مدة من الزمن سنوات ربما الإنسان يكون مقلد لمرجع التغليد ويعمل على أساس فتوى بعد ذلك قلد مرجع آخر عدل إلى مرجع آخر يعني مثلا علم بأن المرجع الثاني هو الأعلام فرجع إلى الأعلام أو أنه المرجع الأول مات فقلد المرجع الثاني الحي فقال بأن اللازم هو الإتيان بثلاثة تسبيحات كبرى هذه اللي قرأناها فالركعة الثالثة وفالركعة الرابعة المطلوب الإتيان بها ثلاث مرات لا يكفي الإتيان بها مرة واحدة هكذا قال المرجع الثاني أو أنه في باب التيم هل يكتفى بضربة واحدة يمسح بها الوجه ثم يمسح بها اليدين نفس الضربة أو أنه يحتاج إلى ضربة ثانية يضرب التراب مرة ثانية وينفض يديه ثم يمسح اليد اليمنى ثم يمسح اليد اليسرى فإذا كان المرجع الأول المرجع السابق يقول بكفاية ضربة واحدة تكفي لمسح الوجه ومسح اليدين المرجع الثاني يقول لا لابد من ضربة لمسح الوجه واليدين ولا لابد من ضربة ثانية لمسح اليدين هالشكل يقول طيب هل يجب على هذا المكلف إعادة جميع الصلوات التي صلاها بتسبيحة واحدة أو أنه يجب عليه إعادة جميع الصلوات والعبادات المتوقفة على الطهارة التي صلاها أو التي جاء بها على أساس ذلك التيم بضربة واحدة هل يجوز ذلك أو لا يجوز هل أنه يجزي أو لا يجزي السيد الماتن يقول نعم يجزي ولا يجب عليه إعادة الأعمال السابق الأعمال السابقة التي جاء بها وفقا للتقليد الصحيح للتقليد الكامل التقليد الصحيح لذلك المرجع الأول يعني هو اعتقد وبحث وحقق وفحص فتوصل إلى أن المرجع الأول ألف هو الأعلم هو الجامع للشرائط فقلده المرجع الأول أم كان يقول مثلا بكفاية التسبيحة الكبرى مرة واحدة كان يقول رحمه الله مثلا توفي فرحمه الله كان يقول بكفاية ضربة واحدة في التيمو طيب المرجع الجديد المرجع الحي الأعلام كان يقول بشيء آخر كان يقول بلزوم الإتيان بالتسبيحة هذه التسبيحة الكبرى ثلاث مرات كان يقول بلزوم الإتيان بضربتين ضربة للوجه ضربة في التراب ضربة للتراب للوجه وضربة أخرى للتراب ونفض اليدين من أجل ماذا مسح اليد اليمنى ومسح اليد اليسرى طيب هل أن الصلوات التي وقعت على أساس ماذا على أساس هذا التيموم أو تلك الصلوات التي وقعت بالأتيان بتسبيحة واحدة هل كانت صحيحة أو باطلة بناء على الفتوى الثانية تكون باطلة بناء على الفتوى الأولى تكون صحيح يقول السيد الماتن لا يجب عليه الإعادة السيد الشارح يقول هذا يمكن أن يبتني إما على أن على قاعدة مذكورة مبحوثة بحث هناك بحث في الأصول أن الأحكام الظاهرية تجزي عن الأحكام الواقعية أن العمل بالحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي الشكل هناك بحث أصولي وهناك مبنى يقول بعض المباني تقول بعض الآراء يقول ماذا يقول بكفاية الحكم الظاهري وإجزائه عن الحكم الواقعي كيف الآن نطبق على مسألتنا لأنه الإنسان عندما عمل بفتوى المرجع الأول فتوى المرجع الأول هل هي قول الله تعالى مباشرة هل هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعلم بأنه مئة بالمئة هذا هو حكم الله هذا حكم ظاهري ما يفتي به المجتهد حكم ظاهري كاشف عن الحكم الواقعي ظاهرا بحسب الظاهر بحسب الحج الشرعي القائمة لدي فرضا أنا المقلد الحج الشرعي القائمة عندي تقتضي ماذا تقليد هذا المرجع وأن قول هذا المرجع ظاهرا يكفي ظاهرا ماذا مطابق للواقع بحسب الظاهر أنه مطابق الواقع بحسب الظاهر أنه حج واضح بحسب الدليل الأدل القائمة عندي أنه حج ولكن هو ليس هو الحكم الواقع الحكم الواقع هو حكم الله احنا ما ندري حكم الله ما هو كيف يمكن الوصول إلى حكم الله ما يمكننا احنا المكلفين نحن المكلفين لا يسعنا الوصول إلى حكم الله سبحانه وتعالى ولكن لدينا واسطة ربما يصير الواسطة هو خبر الثقة ربما يكون الواسطة البينة ربما تكون الواسطة ماذا فتوى مرجع التقليد الآن في مثالنا فتوى مرجع التقليد لكن هذا لا اعلم بأنه مطابق الواقع فاذا هذا حكم ظاهري يسمى الحكم الواقعي الحكم الواقعي من قبيل ماذا من قبيل أصل وجوب صلاة الظهور هذا حكم واقعي ثابت بالقرآن ثابت بالإجماع إجماع قاطبة المسلمين كلهم يقولون بوجوب صلاة الظهور ما يوجد مسلم أصلا ولا يوجد فقيه في عالم الإسلام يقول ماذا بعدم وجوب صلاة الظهور إذنها قضية مسلمة قطعية يقين يقينا أن صلاة الظهور واجبة هذا حكم واقعي بينما وجوب تسبيح واحدة في الركعة الثالثة أو ثلاث تسبيحات هذا شنو هذا حكم ظاهري وليس حكما واقعيا واضح لأنه يستند إلى فتوى مرجع التقليد الذي يعتمد هذا الحكم هذا الحكم يعتمد على فتوى مرجع التقليد استنادا إلى الأدلة التي قامت عنده والتي لا نعلم هل أنها مطابقة للواقع أو مخطئة للواقع ما ندري ربما يكون مخطئة للواقع واضح فهناك مبنى هناك بحث في علم الأصول عن هذه المسألة هل أن الإتيان بالحكم الظاهري لو تبين عدم مطابقته للحكم الواقعي يعني هو مدة صلى مدة من الزمن صلى على فتوى مرجع التقليد الذي يقول له بكفاية تسبيحة واحدة يكفيك أن تقرأ تسبيحة كبرى واحدة ماذا؟ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابح هو عمل على هذا الأساس بعد ذلك بعد ذلك أصلا هو رأى الإمام كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان في مكان بعيد مثلا ثم جاء إلى المدينة وزار النبي قال لا مو صحيح من أخبرك هذا الصحابي الذي أخبرك بهذا الخبر ما كان دقيق هذا الخبر كان مخطئ كان مشتبه هذا الصحابي حينئذن النبي صلى الله عليه وآله قال ماذا؟ أن الحكم الواقع مختلف الحكم الواقع شيء آخر حينئذن هل أن هذا الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقع أو لا الآن الشخص الذي يرى النبي يمكن أن يسأل النبي سهل المسألة يسأل النبي يقول هل هذا أحتاج إعادة أو لا أعيد النبي يقول له أعيد أو يقول لا توعيد قضية هين أما من يرجع إلى مرجع تقليد ثاني مرجع التقليد الثاني يقول لا الحكم الواقع بنظري هو ماذا؟ هو وجوب ثلاث تسبيحات مو تسبيحة واحد لا تكفي تسبيحة واحد الأول يقول لا تكفي تسبيحة واحد الثاني يقول لا تكفي لا تكفي التسبيحة الواحد لا بد من الإتيام بثلاثة تسبيحة فبالنتيجة الآن هل أن هذا الحكم نحن ما ندري ربما في يوم القيامة يتبين أن الحكم الواقع ما هو هو ثلاث تسبيحات وليس تسبيحة واحد فهذا يجزي الآن بحكم العقل بحكم الشر بحكم الأدلة هل أن هذا الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي أو لا يجزي عن الحكم الواقعي يقول بحسب لسان الأدلة وبناء على التحقيق من أن من أن الحكم الظاهري لا يوجد له حكم مماثل واقعي هذه هي أيضا مسألة أصولية يبحثوها هل أنه نقول نحن نقول بالتصويب أو نقول بالتخطئ هل أن الأحكام الظاهرية هل أن الأحكام الظاهرية الله سبحانه وتعالى يجعل أحكاما واقعية على طبقها فالمجتهد ودائما مصيب للحكم الواقعي إنه أي شيء يفتي به الله سبحانه وتعالى تخفيفا على العباد رأفة بالعباد هو ماذا يصدر حكما على طبق فتوى المجتهد فلو أن المجتهد في اليوم الأول اقتنع وصل إلى حج شرعية بنظره فتوصل إلى كفاية ماذا إلى كفاية تسبيحة واحدة في اليوم الثاني توصل إلى نتيجة مختلفة قال لا الصحيح هو الاتيام بثلاث تسبيحات في اليوم الأول الله سبحانه وتعالى يجعل الحكم الواقعي على طبق على طبق فتوى المجتهد يقول لا تسبيحة واحدة كافية يقول الحكم الواقعي أنا أجعله على طبق فتوى المجتهد المجتهد أفتأ بكفاية مرة واحدة تسبيحة واحدة أنا أقول هذا هذا هو الحكم الواقعي في اليوم الثاني لما بطل المجتهد توصل إلى أن الواجب هو ماذا ثلاث تسبيحات الله سبحانه وتعالى يصدر حكم جديد يقول أن الواجب هو ثلاث تسبيحات فيصير الحكم الواقعي يسير مع ماذا مع الحكم الظاهري لا ينفك عنه دائما هو مطابق الحكم الظاهري ودائما مطابق لحكم واقعي إما الحكم الواقعي الثابت في اللوحة المحفوظ والذي هو مطابق لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وإما أن يكون حكما واقعيا ثانويا هو مجعول على طبق فتوى المجتهد بالنتيجة يوجد تصويب دائما هو المجتهد مصيب للواقع دائما مصيب للحكم الواقعي بناء على هذا المبنى حينئذ لا إشكا لأنه حتى إذا الإنسان إذا المجتهد أصاب الواقع فهو إذن ماذا مصيب للواقع وهذا هو الحكم الواقع وإذا أخطأ الواقع أخطأ ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالله سبحانه وتعالى رأفة بالعباد يجعل حكم على طبقه يوجد حكم جديد على طبقه هذا مبنى التصويب مبنى التخطئة يقول لا يقول لا هو يوجد عندنا حكم واقعي واحد هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يختلف حلال محمد حلال صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة هذا ما يختلف لا يتبدل حكم الله لا يتغير بفتوى المفتين اليوم ربما يكون في البلد الواحد أكثر من مجتهد المجتهد الأول يقول ماذا بالوجوب المجتهد الثاني يقول بالاستحباب المجتهد الأول يقول في مسألة أخرى بالتحريم المجتهد الثاني يقول بالتحليل فهل أن الحكم الواقعي هو الحرمة أو الحلية فهل أن الله سبحانه وتعالى يصدر حكما واقعيا على طبق الأول أو يصدره على ماذا على طبق الرأي الثاني أو يصدر حكمه يقول إبلي هو واجب وليس بواجب هو حرام وليس بحرام صير طبعا هذا خلاف الظاهر خلاف الأدلة خلاف الأدلة واضح هالشكل ولا دليل على ماذا على التصويب القول بالتصويب لا دليل عليه حتى بالوجه ماذا المؤول الذي هو ليس بمحال ولكن على أي حال مبنى التصويب لا دليل عليه حتى لو كان ممكنا في حد ذاته ما حدنا دليل على الشكل أن الله سبحانه وتعالى يجعل أحكام واقعية على طبق فتاوى جميع ماذا جميع المجتهدين كل مجتهد يفتي الله سبحانه وتعالى يجعل حكما واقعيا على طبق نظرية هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك المبنى المعروف المشهور تحل له مبنى مبنى الإمامية جميع الإمامية مبنى جميع الشيعة الإمامية يقولون الشيعة الإمامية يقولون ظاهرا بإجماعهم باتفاقهم قاطبتا يقول ماذا؟ يقولون بأننا نبني على التخطئ لا نبني على التصويب نقول بأن الحكم الظاهري الذي يصدره المجتهد الحكم الظاهري الذي ماذا يكتشفه المكلف ماذا؟ ربما يصيب الواقع ربما يخطئ الواقع البينة التي تشهد لك بأن مثلا فلانة رضيعتك هذا يمكن أن تخطئ يمكن أن تصيب إذا أصابت فالأحكام تترتب إذا أخطأت الأحكام لا تترتب ما تترتب أحكام الرضاعة ما يجب عليك ماذا؟ الامتناع عن الزواج منها إذا كانت هي أمر أجنبية اشتبهت البينة توهموا أنها رضيعتك في الحقيقة هي ليست برضيعتك فيجوز الزواج منها الأخت من الرضاعة يحرم الزواج منها لكن غير الأخت من الرضاعة هذا ليست أخت لا أخت نسبية ولا أخت رضاعية فما هو المانع من الزواج منها؟ أمرأة إجنبية لماذا يحرم الزواج منها؟ وخلية ليس عندها زوج لا يوجد مانع من الزواج منها أصلا حين أذن ليش؟ لماذا نقول بعدم الزواج منها؟ لأن المفتي أخطأ اشتبه اتوهم ماذا؟ القاضي حكم على أساس هذه البينة الخاطئة حين أذن يتحول الحكم الواقع إلى ماذا؟ إلى الحرمة؟ لا ما حدنا دليل على ذلك على أي حد فالمبنى المعروف المبنى المتبنى المبنى الصحيح أن أن الحكم الواقعي لا يتغير بتغيري فتوى المجتهد لا يتبدل بتبدلي فتوى المجتهد أو تعددي عدد المجتهدين يتعدد الحكم الواقعي هذا لا دليل على ذلك المبنى الصحيح التخطئة يعني أن رأي المجتهد يخطئ ويصيب إذا أصاب حين أذن ماذا؟ هذا هو الحكم الواقع إذا أخطأ فليس الحكم الواقع الحكم الواقع إشاء آخر أنت أخطأت الحكم الواقع غاية الأمر تكون معذورة رفع ما لا يعلمون الله سبحانه وتعالى لا يعاقبك إي بل هذا صحيح مسلم واضح هذه نقطة لابد من بيانها في ماذا؟ في هذا المطلب والسيد اعتمد على ذكاء الطلبة أو القارئين أو الباحثين وافترض أن الباحث أن من يقرأ هذا الكتاب مطلع على هذه الخصوصيات على هذه ماذا؟ على هذه الإشارة فلاحظوا ماذا قال؟ قال هذا إما مبني كلام الماتن رحمه الله لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة لماذا؟ هذا إما مبني على اقتضاء موافقة الأمر الظاهري للإجزاء هذا موافقة الأمر الظاهري عندما الإنسان يوافق الأمر الظاهري يعمل بالأمر الظاهري يعمل بالحجة الظاهرية فالدليل دل على إجزاء ذلك عن الحكم الواقعي حتى لو أخطأه حتى لو أن النبي لم يقله حتى لو أن شريعة لم تأتي به وإنما هو رأي أخطأ فيه المجتهد المجتهد بيّن رأي وتبين خطأه عدم مطابقته لماذا؟ لما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح؟ فحينئذ قل بناء على أن الحكم الظاهري والدليل الدال على مشروعية العمل بالحكم الظاهري يدل على الإجزاء حتى بناء على التخطئ قل مثلا هو دليل الرفع حديث الرفع عندما يقود رفع ما لا يعلمون يعني خلاص وهذا مرفوع هذا الحكم الواقعي مرفوع عنك أنت لست مخاطب به كان هناك وجوب يجب تطهير اليد ثلاث مرات أنت طهرتها مرتين طهرت اليد مرة واحدة اعتمادا على فتوى المجتهد كافر مرفوع عنك لا يجب عليك التطهير مرتين أخرين فيصير يدك طاهر تصير يدك طاهر لأن الدليل مثلا دل على إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي هالشكل يقول هذا يمكن أن يصير مبتني على هذه النظرية لكن الصحيح والمحقق في محله في بحث الأصول أولا أننا نقول بالتخطئ نقول بأن الأحكام الظاهرية تخطئ الواقع وتصيب أحيانا الحكم الظاهري يكون مصيبا للواقع مطابقا للواقع وأحيانا يخطئ الواقع البينة أحيانا تصيب وأحيانا تخطئ فتوى المجتهد أحيانا تصيب وأحيانا تخطئ حكم القاضي أحيانا يصيب أحيانا يخطئ هذا هو المبنى الصحيح المبنى الثاني الصحيح أن الحكم الظاهري ودليل الحكم الظاهري ليس فيه دلالة على الإجزاء وعلى كفاية الإتيان بالحكم الظاهري وعلى إجزاء الحكم الظاهري وعلى الإجتزاء والاكتفاء بالحكم الظاهري عن العملي بالحكم الواقعي فإذا المجتهد أفتى بكفاية القصر وتبين أن الحكم الواقعي هو التمام فهل أن مقتضى الحكم الظاهري إجزاء الركعتين عن أربعة أو لا ما عندنا دليل على هذا لا دليل على هذا الإجزاء لا يوجد دليل على الإجزاء فحينئذ مقتضى إطلاقات ماذا وجوب هذا الحكم الواقعي أنك أنت مطالب بصلاة ذات أربع ركعات صلاة تامة صلاة غير مقصورة أنت مطالب بصلاة غير مقصورة أتيت بصلاة مقصورة أنت ما أتيت بالصلاة تامة أتيت بصلاة مقصورة معذور لا تعاقب لكن هل هذا يجزي أو لا يجزي يجب القضاء أو لا يجب القضاء ما عندنا دليل على عدم وجوب القضاء بعد أن تكتشف تارة الإنسان يستمر على جهله ولا يعلم إلى أن يموت الله لا يحاسبه لا يعاقبه لكن إذا في الحياة الدنيا المجتهد الأول قال ماذا قال يجب عليك القصر والمجتهد الثاني قال لا يجب عليك الإتمام قال أنت اكتشفت الواقع الآن بنظر هذه الحجة الشرعية الجديدة على أساس الحجة الشرعية الجديدة أنت مطالب بأربع ركعات لا بركعتين فما معلوم أن تلك الركعتين تجزي عن هذه الأربعة ما معلوم أنها تجزي عن ماذا عن الأربع ركعات فمقتضاء أطلاقات الدليل الدال على وجوب الإتيان بأربع ركعات عدم الاكتفاء عدم الإجزاء واضح يقول لكن المحقق في محله خلافه كيف لقصور أدلته قصور أدلة الحكم الظاهري الأدلة الدالة على مشروعية الحكم الظاهري قاصرة ليس فيها مثل هذا الوضوح ليس فيها مثل هذه الدلالة على الإجزاء عن إثبات ذلك عن إثبات الإجزاء ليس في الدليل الدال على مثلا على حجية البينة دليل ماذا على أن البينة تجزي عن الواقع حتى إذا أخطأت عندنا دليل على ذلك لا دليل لا دليل على ذلك هل عندنا دليل على أن فتوى المجتهد إذا أخطأت الواقع تجزي عن الواقع الحكم الواقعي ما عندنا دليل على ذلك بل مقتضاء إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية أن هذه الأحكام مطلوبة مطلقة فإذا كان يمكن تداركها إذا كان يمكن قضاؤها يجب قضاؤها يجب تداركها واضح؟ هالشكل يقول قال هذا إما مبني على اقتضاء موافقة الأمر الظاهري للإجزاء لكن المحقق في محله خلافه خلاف هذا الشيء أنه ماذا؟ أنه ما عندنا دليل على أن الحكم الظاهري يكون مصيب للواقع نحن نقول بالتخطئ واحد اثنين الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي لا دليل على ذلك قال لقصور أدلته أدلة الظاهري الحكم الظاهري عن إثبات ذلك وإطلاق دليل الواقعي محكّن لابد أن شنو لابد أن أن نعمل بمقتضى هذا الإطلاق إطلاق الدليل الواقعي إطلاق دليل الحكم الواقعي يقتضي لزوم الإتيان به وعدم ماذا؟ وعدم الإجتزاء بالإتيان بغيره خطأان مجرد الخطأ هذا لا يعني الإجزاء والاكتفاء بذلك الخاطئ العمل الخاطئ ما حدنا دليل على ذلك الإنسان يصوم مثلا يصوم التاسع والعشرين أو الثلاثين من شعبان بعنوان أنه شهر رمضان وواقعا ليس شهر رمضان فهذا يجزع شهر رمضان؟ هذا يجزع شهر رمضان؟ ما يجزع كيف يجزع هذا؟ ما هو صامّ من شعبان؟ من شعبان بعنوان هو اشتبه الآن تواهم أنه من شهر رمضان تبين وليس شهر رمضان من شعبه وليس من شهر رمضان فهذا يجزي عن شهر رمضان محدد دليل على ذلك فإذا هذا اليوم الأخير اليوم الثلاثين من شهر رمضان هو أفطر وقال بعد صارت عدة يوم تسعة وعشرين يصير ثلاثين يوم لا يوجد شهر عربي أكثر من ثلاثين يوما فإذا يصير بالضرورة اليوم الثلاثين واقعا من شهر رمضان يصير واحد شوال فهو أفطر لكنه في حقيقة الأمر وهو شنه هو ثلاثين شهر رمضان وليس واحد شوال فإذا هذا توهمه خطأه هذا يجزي بحيث يجزيه ذاك اليوم الثلاثين من شعبان يجزي عن الثلاثين من شهر رمضان لا ما عندنا دليل على الإجزاء الإجزاء يحتاج إلى دليل شوفوا الآن أنا أوضح لكم الفكرة أكثر مثلا في باب في باب الأحكام الإضطرارية خصوصا الآن أنا أجيب مثال التيمم التيمم دل الدليل هو نفس الدليل الذي دل على إجزاء التيمم وعلى كفاية التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل هو لسانه لسان ماذا لسان الإجزاء عندما تأتي الرواية وتقول بأنه مثلا في بالي الرواية تقول يكفيك عشر سنين يعني هذا الإنسان المعذور المعذور عن الوضوء وعن الغسل لمدة عشر سنين فيتيمم يعني هذا مطلوب من الإمام يقول له يكفيك عشر سنين هذا ظاهروه أنه بعد ذلك يقضي يكفيك عشر سنين يعني بعد ذلك أقضي هذا ظاهر لا ظاهر فيه ماذا في الإجزاء بينما عندما نأتي إلى الحكم الظاهري هذا الحكم الاضطراري هذا الإنسان العاجز عن ماذا عن الوضوء عاجز عن الطهارة المائية الوضوء والغسل يكفيه ماذا الطهارة الترابية تكفيه الطهارة الترابية ظاهر الجعل محل ماذا جعل الطهارة الترابية بدلا عن الطهارة المائية أن الطهارة الترابية تجزي وتكفي عن هذا الحكم الواقعي ومي يحتاج إلى ماذا لا يحتاج إلى إعادة لا يحتاج إلى قضاء بمقتضى لسان الدليل لأن لسان الدليل الذي جعل البدلية والذي جعل هذه العوضية جعل التيمم عوضا عن ماذا عن الوضوء جعله عوضا عن الغسل مثلين وهذا هذا الجعل لسانه لسان اكتفاء لسان اجزاء أن هذا بعد لا يعاد لا يحتاج إلى إعادة إذا كان كذلك نقبل لكن الحكم الظاهري لسانه ليس كذلك بل لسانه أنه ماذا كاشف عن الحكم الواقع فإذا خبر الثقة أخبرك بشيء تبين أنه خلاف الواقع الآن إذا خبر الثقة أخبرك بشيء بأمر تجاري هذا الأمر التجاري يتحول إلى ماذا إلى ما أخبر به ويبقى على الحكم الواقع يعني إذا قال بأن هذه المعاملة راح تنفعك أن هذه المعاملة جيدة راح تربح فإذا واقعا اخسرت الحكم الواقعي الأمر الواقعي هو الخسارة وليس الربح حين ينسى الربح الخسارة تتحول إلى ربح هي خسارة مع الخبر الثقة يمكن أن يخطئ الواقع يمكن أن يصيب الواقع البيّنة يمكن أن تخطئ الواقع يمكن أن تصيب الواقع المتخصص مثل المجتهد المتخصص في ماذا في البورصة مثلا كما المتخصص في الفقه المتخصص في البورصة إذا قال أن هذه المعاملة أن هذا شراء السهام مثلا الشركة الفلانية مربح تبين أنه يوجب الخسارة حينئذ هل أن أموالي تزداد أو تنقص تنقص الخطأ لا يغير الواقع لاحظتوا فإذا جعل الحجية جعل الحجية لخبر الثقة للبيّنة لماذا لهذه الحجج الشرعية للأمارات ومنها ماذا ومنها حجية قول الفقيه كلها هذه أحكام ظاهرية فإذا كانت أحكام ظاهرية تخطئ الواقع أحيانا وتصيب الواقع أحيانا أخرى فإذا كان كذلك الواقع لا يتغير عما هو عليه ما يتتحول الخسارة في البورصة إلى ماذا إلى ربح لأن أنا أخبرني الثقة فإنه لازم يصير عندي أنا ربح ما يحصل ربح بعد انتهى خلص في واقع الأمر أن هذه المعاملة خاسرة الثقة اشتبه تحول إلى ماذا يتحول إلى ربح ما يتحول إلى ربح كذلك هم إذا الفقيه أخبرك ما يتحول إلى ماذا ما يتحول إلى حرام إذا كان واقعا حلال ولا يتحول إلى ماذا إلى واجب إذا كان واقعا غير واجب وبالعكس إذا كان واقعا هو حرام ما يتحول إلى حلال لأن المفتقى الحلال يتحول إلى حلال لا يبقى حرام لحظته فإذن هذه نقطة لا بد من الالتفات إليها على المبنى الصحيح على المبنى الصحيح هذا الوجه الأول غير تام توجد وجوه أخرى بعد قال هذا يمكن أن يبتني قول المات رحمه الله يمكن أن يبتني على هذا المبنى وهو أن الأدلة الدالة على جعل الحجية للحكم الظاهري ومنه فتوى المجتهد تدل على الإجزاء أن الإتيان بما يطابق الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي إذا دل الدليل على ذلك نقبل لكن الصحيح أن الدليل لم يدل على ذلك وأن المبنى الصحيح هو التخطئ أولا وماذا هو عدم الإجزاء ثانيا المبنى الصحيح هو التخطئ وليس التصوي وأيضا عدم الإجزاء عدم إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي طيب الآن هناك وجوه أخرى تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد شكرا